بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم الدرس الرابع إن شاء الله من دورة ورشة تصميم وقع انترنت هذا الدرس سنتعلم كيف نعمل صايد ومكان للكونتنت ومكان للفوتر سنعمل بهذا الفيديو شغل HTML بداية نذهب إلى العمل نحن لدينا division وهو ID main سنعمل داخله مثلا H3 حتى يكون هناك عنوان بعده نعمل براغراف هذا البراغراف نعطيه ID سميه بيمين أي براغراف المين ونغلق البي مثلا ونضع H3 ثانية هذا يعتمد حسب شكل البراغراف اللي أنت تريده بعدين أعطي بي أعطيها ID سميها أيضا بيمين أغلقها وأغلق البي طيب الآن خلين أنسخ النص عندي هذا النص من موقع عندي أخذ هذا البراغراف الأول أعمله copy وأضعه هنا أنت أي نص عندك ممكنك تعمل معه أخذ هذا الثاني أعمله copy وأضعه هنا أول عنوان مثلا سيكون مثلا كيف كيف تبدأ مشروعك الخاص أوكي والعنوان الثاني سيكون مثلا هل يجب عنوان هو يتعلق بالكلام هل يجب أن تبدأ مشروعك الخاص طيب دعنا نشاهد الآن كيف صار العمل نعمل نعمل صار عنا الآن النص موجود طيب خلصنا الآن نحن الكونت خلينا نساوي الصارع 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 أحضر صور وحطيتهم عندي بالفولدر نفس الطريقة أجهزنا فيهم الصور بعد درس الماضي لن أكرره حتى لا يطور الدرس طيب الصارع وغلق طيب وحامل جوه list item وعطيها list item واغلقها وغلق list item طيب وداخل list item حامل image سيكون source أحد الصور اللي أنا حادثها نروح على مجلدي عندي هذه الصورة أعطيها hide وليكن أنا طبعا نستقطع بحيث أن يكون 95 تقريبا ب 295 high والwidth سيكون 290 أغلق أغلق نفس ال id نسكرها وغلق list item دعني أنسخ list item حتى ما نكررها لسق لسق أربع صور بحيث أن أضيف أربع صور طيب ال image الثاني source browse image الثاني هاي الهاي طبعا موحد حتى يكون الشكل واضح جميل أنت بإمكانك تعدل الهاي والwidth من الفوتوشوب وإذا ما عدلتها عدلها هون ولكن أفضل أن يكون التعديل بالفوتوشوب حتى يكون الحجام متناصقة بشكل أنسب وشكل اخترافي أكثر 95 width 290 أغلق image الأخير source هذا هو high 95 width 290 وأغلق أخر شيء عندي الفوتر الفوتر أعطيه براغراف والبراغراف هذا الـ id سميه p-footer ليش؟ لأنه لن يكون نفس التكست يعني p-footer ستطبق عليه style بالتكست وكذا غير style ستطبقه على الأساسي خلينا أحضر الفوتر أيضا من موقعنا وكذا سأكد كما تضع أي نص تضع مثلا عنك معلومات تصالبك إلى آخرة مو مهم أي معلومة طيب وأعمل save خلينا نشوف الآن العمل كيف بسم الله يا سلام صار عنا الآن النص وصار عنا الصايد وصار عنا الفوتر هل هذا هو المطلوب؟ هذا المطلوب HTML هذا هو شغل HTML الباقي الآن هو التنصيق هو شغل CSS هذا اللي هنعمله بالفيديو القادم درسنا انتهى لهون شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته